لو انت من الناس اللي مهتمة بان هما يكونوا برمجين شاطرين وناكحين في عالم الاكواد والبرمجة فالفيديو ده هيكون لك بمثابة كانزة عظيم اهلا بيكو في فيديو جديد على قناة هابي كود هنتكلم في الفيديو ده عن خمس نصائي عشان تكون شاطر وناجح في عالم البرمجة يلا بينا نبدأ طبق عمل كتير على كل حاجة بتتعلمها لما تتعلم اي حاجة دي ده لازم تطبع عليها وتجرب تكتب لنفسك وتشوف انت فهم تقديم الكورس او الشرح دوت على سبيل المثالة صديقي لو انت بتتعلم لغة شبه الجوفا سكريبت انت ممكن تعمل تطبيق صغير كده شبه اكس و سودل اس الحاجة دي انت ممكن تكون شايفها بسيطة بس دي بتنمي مهارة الجامعة لغير انت بتواجد تفكر في حلول ازاي تعمل الحاجة ديت وتقسم الحاجة ديت كزا حتة بحيث ان هي البرنامج يشتغل معك في الاخر طبعا كل ما تطبق كتير ده بيساعدك انت تفهم اللي بتتعلمه ده بشكل افضل بكتير وكمان بيديك فرصة عظيمة انك تواجه تحديات حقيقة وتتعلم الاخطار اللي انت بتعملها النصيحة التانية حاوت نفسك بمبرمجين زيك ودي اهم نصيحة في الفيديو دوت لما تحاوت نفسك بمبرمجين تانيين بيوفرلك فرصة عظيمة انك تتعلم من تجربهم وتتشارك معاهم معلوماتهم وخبرتهم كمان تقدر تسألهم لو حاجة واقفت معاك وتستفاد من النصيح اللي بيقدموها لك كمان تقدر تشارك اعمالك وشغلك وتستفاد من التعليقات الكويسة اللي بيقدموها لك زي زي تحسن المشروع بتاعك ازاي تخليه شكله افضل اللي هي الحاجات ديت تقدر تحاوت نفسك بمبرمجين على وسائل التواصل الاجتماعي عندك تويتر فيسبوك لينك دينت ونضم في المجموعات البرمجية وتابع ناس مختلفين في المجالات اللي بتهمك زي كده قاعدك تنظيم الكود بتاعي يعني من الاخر كده كيلين كود النصيحة ده تفرق معاك جامد في جوجة الكود اللي انت بتقدمه وبتكتبه لان الكود لما بيكون مرتب ومنظم سهل اللي انت تقرأ وتفهمه يعني على سبيل المثال تخيل معاك كده يا صديقه عندك مشروع كبير فيه مثلا 4000 سطر الكود او اكتر هتتعامل معاك زي لو طلب منك تعديل مثلا او لقيت غلط في مكان وعايز تخش تعدل لتصلح الغلط ده اولا هتلاقي نفسك عاين في بحرم اللغبطة والتشدد عشان توصل بس الحاجة جوه هنا بقى ييجي دور تنظيم الكود او الكلين كود تخيل بقى لو نفس المشروع ده بس متقسم كل جزئية لوحدة او عليها الكومنت بتاعها او كل حاجة في مكانها لو طلب منك تعديل هتقدر بكل سهولة انك تعدي على اي حتة في الكود بسهولة كبيرة جدا ودى فادة Bran�� تعلم الكتابة السريعة تعلم الكتابة السريعة دى مهارة اساسية ومهمة جدا في البرمجة لانك هتكون قادر على تحويل افكارك البرمجية للكود بسرعة وكفاية اكبر مكان انت توقع تتركز ان تدور على الحرف مكان وفين في الكبورد لا انت هتكون مركزا اكتر في الغيرا اكائك 홉 مواقع كتير بتعلمك ازاي بتعلم الكتابة بسرعة شبه موقع Taibing Prob الموقع ده كويس جدا لو انت عاد ni تعلم الكتابة بسرعة هتكيب لكم لينك الموقع في الوصف بتاع الفيديو استفاد من تجارب الاخرين وترددش ان انت تسأل اي حد عن تجاربه ونصيحه الشخصية لان الخبرة الشخصية مفيدة جدا في المجال دوت طبعا لما بتسمع من الناس اللي عندهم خبرة اكبر منك عن تجاربهم ومشكلات اللي قبلتهم وازاي حلوها انت بتكتسب خبرة ومعرفة اكبر بكتير من اللي انت تستفاده من نفسك لوحده ده كمان هيوصلك طريقك اسرع انك مش هتحتاج توقف عند كل مشكلة تابلك ونصيحتي ليك يا صديقي حاول انت تكون نشيط في ان انت تشارك خبرتك على ستشال ميديا تسأل ناس خبرة اكتر منك في مجالك وتقدر تستفاد من تجاربهم الشخصية عايز اقولك يا صديقي في نهاية الفيديو استمتع بالرحلة البرمجة مجال كبير ومليان متعة وتحديات يعني استمتع بشغلك واستمر في التعلم وتطوير من نفسك بسرعة كبيرة وانتنساش ان التعلم المستمر وجزء من رحلة ومن المهم ان انت تستمتع بكل لحظة مني